الخبر الأول اللي عدنا عن التهجم والتنمر اللي تعرضت لنورستار بسبب تنزيلها لهذا المقطع فبهذا المقطع هي كانت سوية مثل عملية أنه تحط حلقة بخشمها اتفجرت الكومنتات على هذا المقطع أنه هي طالعة شكلها محلو بعد هذه العملية وأنه لازم يتشيل الحلق بأسرع وقت وشي يقولون حرام فطبعا هذا هو شكل نورستار بعد ما سوت هذا الحلق فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم بالموضوع شو رأيكم بالتهجم وتعرضت لنور هل تشوفون هذا الحلق حرام؟ الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو وسام تيكيت فوسام نزع الحسابة بالإنستغرام هذا الستوري اللي بالبداية يوضح أنه مقطع الأسئلة اللي مفروض أنه يجاوبيه بصراحة سينزل ولكن بعد فترة ولكن سينزل حلقة من فقرات مأفل وبالنسبة السؤال الحلقة فيقول جنوا أغرب شي ممكن تقوله بموعد غرامي راح تطقوا هذا الستوري شوفوا أوكي أصدقائي مشان موضوع الأسئلة ممكن بعدين نعمل فيديو وتكون الأجوبة جدية أكتر وإنما هلأ راح نغير سؤال فقرات مأفل راح نحول السؤال لهذا شو أغرب شي ممكن تحكيه بأول لقاء أو أول موعد غرامي ورجونا التعليقات أما اليوتيوبر الثاني فهو أحمد أبو الرب وإعلانه عن بدء تسجيل أغنية الجديدة وأحمد نزع على حسابة بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقول به إنه حالي يسجل أغنية والأغنية الزفت فرحبتوكم هذا الستوري اللي أعلن بيشوفوا والله يا جماعة اليوم ما قمت حنزل فيديو يوتيوب أوكي جاد كنت مأجل وذكرة لأنه قمت عم بسجل الأغنية بالمناسبة جاد الأغنية تخزي بس كنت مسجل فيها فما بقدر أن نزل فيديو يوتيوب الخبر الثالث اللي عدنا عن غايث مروان ووصول قناة للتين مليون متابع فألف أد مبروك الصراح فهلا نستحق هذا الرقام وعقبال 10 مليون وأكيد لا تنسون يا حبايب تبركوا للكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن ياسو ريدر وهل أكو مشكلة صيرة بيناتهم أو لا وبعد ما ياسو نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي تعلن بي من انقطاعها السوشال ميديا الفترة معينة بسبب نفسيتها فهوين من المتابعين صاروا وتوقعون إنه صار شي بينه وبين ريدر أو مشكلة معينة ولكن ريدر نزل على حسابها بالإنستغرام هذا البوست وياسو شخصيا علق قتله عليه وهمين فتحه وبت مباشر سوية فهذا يوضح إنه ماكو شي بيناتهم ماكو أي مشكلة ومنما فترة حتمر وطبعا أكيد منتظرين العودة الخرافية لحتكون سوية الخبر الخامس اللي عدنا عن شيرين بيوتي وليش هي قاطعة عن السوشال ميديا فشيرين نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا البوست اللي تقول من زمان عن الصور طبعا أغلب المتابعين كانوا يطلبوها أن تنزل المقاطع على اليوتيوب لنصالها قاطعة فترة وبعض التعليقات سنقول لها أنه أساسيا ما راديش تنزلين من مقاطع ويكتبوني يا حبايا بالكومنتات هل أنتم متحمسين العودة شيرين وشنو تتوقعون سبب انقطاعها وبس والله هنا وصلنا إلى نهاية المقطعات من المقطع جاوكم لسيسوا تحطوا اللايك شاركوا بالقناة شناكو في زي مقاطع من ملكة القصص وبس مع السلامة